من جدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر مبارح كنا بنحتفل بيوم الطبيب المصري 18 مارس يوم لمهنة هي الأقدس والأسمة في حياتنا جميعا مهنة الطبيب التاريخ ده صادف افتتاح أول مدرسة للطب في مصر تحديدا يوم 18 مارس 1827 الطبيب الفرنسي كلود بيك اللي كان بيعمل مع محمد علي افتتح أول مدرسة علمت المنطقة كلها علوم الطب مهنة مهمة ومقدسة مبارح كان في احتفال خاص جدا تكريم لرموز المهنة تكريم للشهداء اللي سقطوا للدفاع ومواجهة فيروس كورونا مبارح نقيب الأطباء اتكلم عن 700 شهيد وطبيب وطبيبة في معركة مواجهة كورونا تفاصيل أكتر حوالين هذه الاحتفالية مع أحد المكرمين اللي حيكون معانا في ستوديو صباح الخير يا مصر الدكتور أسامة عبد الحي الأمين العام السابق لنقابة الأطباء وهو أحد الأطباء الذين كرموا في احتفالية نقابة الأطباء مبارح أهلا بيك يا فندم ألف مبروك لتكريم وكل سنة وحضرتك وكل أطباء وطبيبات مصر بخير الله يخليك أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين وبالسادة جومانا يعني أنا سعيد أن أنا موجود مع حضرتك دلوقتي وكل سنة ونطيبين وحضرتك طيب وإحنا أسعى الطبيب قبل ما أتكلم على الاحتفالية بتاعت انبارح في طراثنا الشعبي كده وثقافتنا بنقول عليه الحكيم يعني المصرين دايما من زمان ولو الحكيم هو بش بس بيقدم علاج لكن هو من منظور المجتمع هو الرجل الحكيم دايما ربنا أخليك ويع اسمها در الحكمة كمان النقابة بتاعتنا اسمها در الحكمة لأنه العلاج مش بس أدوية إنما فهم للمريد وتعامل مع المريد بحكمة وتعامل مع المشكلة بحكمة فالحقيقة إحنا سعاداء جدا بالترص الشعبي بتاعنا أنه الطبيب كان اسمه الحكيم والغاية دلوقتي وكان في النباطشات يقول لك الحكيم باشا يعني ربنا يبارك يعني ويقدرنا ويصلح الأحوال لأنه إحنا في تحديات كتيرة جدا دلوقتي يعني حقيقة طيب دكتور أسامة طبعا من بارك لحضرتك مرة تانية ربنا يخليك ويعني حابين نعرف من حضرتك عن تكريم أمس وأسباب تكريم حضرتك مبارح الله يخليك يعني أنا طبعا بشكر الدكتور حسين خيري ومجلس النقابة كله على قرارهم بتكريمي في يوم الطبيب مبارح أنا في النقابة عدت في النقابة الأطباء من 2013 إلى 2021 تم انتخاب دورتين متتاليتين في وقت كانت دقيق جدا وقت كورونا أه ده حقيقي ففترة كنت وكيل النقابة وآخر فترة تأمين عام انتهت في أكتوبر اللي فات فالحقيقة سنة اللي فات دي كانت سنة حساسة جدا انه زي محضرتك بتولي كده مواجهة الكورونا ودور الأطباء والشهداء اللي سقطوا ونعمل ايه مع الشهداء بتوعنا يعني الحقيقة كانت يعني تحدي قوي جدا 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 للمنظومة الصحية كلها وللأطباء طبعا وزملائنا في المهنة يعني التمريض وكل الأعضاء الفريق الطبي يعني فالنقابة كان لها دور قوي جدا يعني والأطباء الحقيقة وأنا كنت سعيد جدا مبارح بوجود طبعا الدكتور عوتاج الدين مستشار فخامة الرئيس وقال كلمة هامة جدا يعني نقل تحيات السيد الرئيس لأطباء مصر كلهم ووجود معالي الوزير دكتور خالد عبدالغفار يعني الحقيقة يعني اتكلم كلام منتهى الصراحة وأسعدني أكتر بقى الجملة اللي قالها أنه السبب يعني تحدي الكورونا في أنظمة صحية في العالم صحية دول متقدمة متقدمة جدا متقدمة جدا احنا شفنا اللي حصل في إنجلترا وفي إيطاليا واليونان أنظمة تهزت الحقيقة هو قال جملة عجبتني جدا أنا بقدرها للي أنه من أهم الأسباب أو سبب الرئيسي في أنه النظام الصحي قدر يواجه الكورونا هو الطبيب المصري الأطباء يعني فعلا مش عشان أنا أكتر مين عام يعني أدوا ملحمة صحية على مصابة مصر كلها طب حبيب نعرف تفاصيل الملحمة دي لأنه سر النجاح ومواجهة كورونا من قبل الجيش الأبيض كان في الطبيب وفي الإدارة الطبية كمان يعني إدارة المنظومة نفسها لمواجهة كورونا مبارحة نسمعنا نقيب الأطباء بيتكلم عن سقوط 700 شهيد صحيح وطبيب وطبيبة خلال سنتين وده رقم كبير وكان الأطباء بيقدموا يعني أرواحهم عشان يحموا والناس والمرضى بشكل كبير أهم أو أبرز مناطق القوة الخاصة بالنظام الصحي المصري بالطبيب المصري لمواجهة كورونا أنه فعلا الطبيب ما كانش في أي درجة من درجات التردد صدقني يعني يعني أنا أعرف نمازج كثيرة جدا جدا وواحد يعني كان الطبيب يعني يخلص نبطشياته ولو في نبطشية نقصة يكمل نبطشية تانية يعني مبادرات الأطباء في المحافظات بالذات بقى يعني في ربوع مصر كلها صحيح كان فيه مبادرات شخصية كتير النقابة الفرعية كان بتوفر مع الدولة يعني بتوفر أدوات حماية مسقاط ألكوحول مش عارف إيه ويوفروا أجهزة أكسوجين استوانات أكسوجين يعني كان الحقيقة مبادرات الشعبية والمبادرات الجامعات الأهلية يعني الشعب كله الحقيقة الشعب كله كل الجامعات الأهلية وكل النقابات الفرعية في المحافظات وفي القرى وفي النجوع الناس كان بتتضمن مع بعضها بشكل رائع مع الدولة مع دور الدولة لأنه لو دور الدولة الواحدة وإحنا شوفنا دور الدولة في إيطاليا واليونان والغيرة فمصر فعلا تميزت بدور الشعبي ودور الأهلي والأطباء وأفراد طاقم الطبي في المحافظات والقرى والنجوع وفي كل حتة يعني وده قالوا معالي الوزير مبارح وأنا كنت سعيد جدا أنه ده من أهم أسباب صمود مصر قدام الجائحة دي طيب دكتور أسامة طبعا ده سبب مهم جدا أنه منظومة صحية تقدر تصمد أمام جائحة كورونا لكن كمان أكيد في أسباب أخرى متعلقة بهذا الصمود عايزة أعرف من حضرتك أنه إيه اللي اختلف في المنظومة الصحية في مصر طول الوقت بنتكلم عن التطوير اللي بيحصل لك اللي يوفت ومالك في المدينة حضرتك معنا ونعرف منك إيه اللي اختلف في هذه المنظومة في الوقت الأخير شوفي يعني أنا متفائل جدا بالتغييرات اللي بتحصل في الواقع المصري دلوقتي يعني نمرة واحد وجود الدكتور أشرف حاتم على رأس لجنة الصحة في مجلس النواب وكان موجود مبارا في الاحتفال الدكتور خالد عبدالغفار وزير تعليم العالي ومكلف بوزارة الصحة دكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس السيد النقيب في نقاب الأطباء لما كل الأطراف بتاعت المنظومة الصحية تبقى متعاونة يبقى احتمالات النجاح عالية جدا بدون تعاون احتمالات النجاح تبقى يعني مش عايزة أقول يعني صفر يعني كان فيه تأكيدات يعني طول الفترة القصيرة الأخيرة دي قمة التعاون ما بين المستشفات الجامعية ومستشفات وزارة الصحة المفروض ان ما يبقاش فيه اي كونفلكت أو صراع بكل يتعامل احنا بنكمل بعض إنما لما لاقي في صراع بين الجامعة وبين الوزارة الصحة والمستشفات الجامعية وزارة الصحة بين الوزارة وبين النقابة ده تفتيت للجهود ويعني لن يعود بالخير على الأطباء حتدي مع حضرتك من آخر كلام دكتور عوض تاج الدين فيما يتعلق بالعنصر البشري الطبيب أكيد الطبيب في اليوم العالمي واليوم المصري للاحتفال بالطبيب بينظر أنه عايز يرتقي بحياته بمستوى لأنه بيواجه مخاطر كتيرة جدا مثلا زي أي إنسان في الدنيا عايز يرتقي اجتماعيا وماديا بشكل كبير السؤال اللي بتسئل دايما أحوال الطبيب شايفها إزاي إلى أي مدى حصل طفرة خلال الفترة اللي فاتت في دخول المخصصة للأطباء المصريين هو ده الحقيقة ده الكلام العملي والمهمة قوي في الموضوع أحوال الطبيب والأسباب اللي بتدعو بتدفع الأطباء أو شباب الأطباء دفعا للهجرة وحذر من ده في دول كتيرة دلوقتي فتح باب الهجرة تستقطب الأطباء المصريين حتى الدول الأوروبية مش الخليج يعني إنجلترا وألمانيا فتح الباب على الآخر لأطباء مصر ده من زمان الحقيقة دكتور ده كان من زمان بس حتى من دلوقتي بقى لغوا كان إنجلترا مثلا لازم تنجحي في امتحان الآيلتز المعادلة بتاعة اللغة ده تلغى وعملوا امتحان بسيط قوي اللغة بتاعة المهنة التعبيرات الطبية للتسهيل لأنهم محتاجين شباب أطباء مصر فالكلام ده هو ده كلام المهم إحنا محتاجين تلت حاجات للأطباء التعليم والتدريب ظروف العمل والاعتداءات واللي بتحصل في المستشفات والكلام ده مرتبات الأطباء دخلهم المادي الحقيقة المحور الأولاني التدريب والتعليم كان فيه أزمة شديدة جداً السنة اللي فاتت الدفعة وبراميكو حضراتكو استضافتو كتير وصار جدل كبير جداً مع الوزيرة السابقة حوالين أزمة التكليف والدفعة الجديدة والتخصصاته بتاعه والحقيقة أصرت بطريقة غير مرضية لشباب الأطباء أبداً السنة اللي فاتت السنة دي الوزارة ومعالي الوزير بيجري حوار مع الدفعة الجديدة عشان لا تتجدد الأزمة ونوصل لأفضل حل والنقابة متواصلة مع الخارجين الجدد ومتواصلة معالي الوزير وفيه تعاون وتفاهم شديد المرة دي وأتمنى أنه ينجح ويوصل لأفضل صيغة ممكنة لتحييق طموح الدفعة الجديدة دي نمرة واحد نمرة اتنين كان فيه أزمة في الزمالة المصرية والتعليم وتدريبهم وكان طبيب الزمالة لأنه زي ما الدكتور عوض قال أهم حاجة تهم الطبيب الشاب نمرة واحد التعليم والتدريب فكان فيه أزمة شديدة في الزمالة المصرية طبيب الزمالة ده أميز حاجة حصلت في الزمالة المصرية اللي بدأت منذ أكتر من عشرين عام أيام الدكتور إسماعيل سلام أنه كان الطبيب يتدرب جزء من تدريبه في المستشفات الجامعية وجزء من تدريبه في المستشفات الوزارة فأنت عارف حضرتك إيه الكسبوجر ده يعني بتاخد خبرات مختلفة من كل مكان ده بيطلع دكتور أفضل وعشتر ويصبح نصلحة الطبيب نفسه دكتور طبعا ففجأة من سنة ونص تاخد قرار بعدم تدريب أطباء الزمالة في المستشفات الجامعة كان قرار يعني ماشين جدا وما كانش ليه مبرر إطلاقا من وجهة نظرنا يعني مش من وجهة نظر اللي صنع القرار دلوقتي رجع الأطباء بيتدربوا جزء من تدريبهم في الجامعات وجزء من تدريبهم في مستشفات الوزارة ومستشفات متميزة ومستشفات أقل تميز بحيث أنه تعمل روتيشن أو دوران للأطباء بحيث أنه كلهم يعني ينالوا فرصة للتدريب الكلام ده أهم نقطة عند الطبيب الشاب تاني نقطة ظروف العمل تاني نقطة حركة قلت أول حاجة تدريب تاني حاجة ظروف العمل أو بيئة ظروف العمل أنا عارف ومتابع كويس قوي أنه في البرلمان في مشروع قانون بتغليز العقوبة عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية في المستشفات لا طبعا دي كارسة إحنا بنقدر جدا انفعال أصلة أي مريض في الطوارئ ولكن أنت لما تعتدي على الفريق الطبي وتكسر الطوارئ بتعطل أصلا علاج المريض بتاعك قريبك بتشتت وبتعطل بقية المرضى يعني ما حدش هيعرف يعالج بقية المرضى فإنت فيه مئة طريقة لأخذ الحق لو أنت حاس بأي تقصير اشتكي اشتكي في الإدارة اشتكي في النيابة اشتكي إنما ممنوع منعا باتا العنف أو الاعتداء على الفريق الطبي يعني هما حتى بيقولوا في العالم كله يقول لك زيرو توليرانس للفايولانس يعني في شريع تسامح معنا يعني زيرو تحمل زيرو للعنف ما فيش غير مقبول الدول حتى العربية لما ظهرت حكاية الاعتداء في المستشفات السعودية عملت خمس سنين سجن للي يستعمل عنف جوة مستشفى ومش عارف مئة ألف ريال الكويت تلت سنين سجن العراق يعني كل الدول إحنا البرلمان بتاعنا في الأسابيع اللي فات كان بيناقش مشروع قانون اللي يتغليزه العقوبة لأعتداء فتأمين بيئة العمل وتحسين بيئة العمل وتطوير المستشفات اللي أشار اللي هي الدكتور عوض دلوقتي ده من أهم ده الفاكتور النمرة 2 أو الموضوع النمرة 2 العامر التاني هو الأطباء الفاكتور النمرة 3 واللي لا يمكن نهمله بقى الدخل يعني لا يجوز أبدا طبيب قاعد ياخد نبطشية نبطشية الطبيب تبقى 20 أو 30 جنيه دلوقتي يعني ونبطشية الممرضة 17 جنيه ده الأسعار الحكومية غير وبالتالي الأطباء بيهجوروا الشغل ده يعني أنا عرفت بدلوقتي أنه فيه دكتور واحد مثلا في مستشفى زي مستشفى أشمون المنوفية محافظة المنوفية فيه أربع أخصائي تخدير في المحافظة كلها اللي على قوة العمل فيضطروا يتعاقدوا مع أطباء يجي من بره المستشفى يتعاقد بألف جنيه في اليوم أو ألف وربعمائة جنيه والطبيب اللي بيشتغل بياخد ألفين وثلثمائة جنيه في الشهر فتم ترفع لألفين وثلثمائة دول يعني يقولك هو مرتبات الدولة كده اعمل حاجة تانية بقى اللي هي غير مكافآت بدل النباطشية فيه كذا باب تقدر تتحرك فيهم لتحسين دخل الطبيب الشاب بحيث أنه ما يهجرش المستشفى الحكومي لا دي نقطة مهمة جدا يا دكتور لأننا نحن نتكلم لما نجي نتكلم على طبيب الطبيب إلى حد كبير بيبقى يعني في إيده صحة ناس وأرواح ناس لازم يكون ذهنه صحفي يكون مركز يكون محاولة ما عندهش مشاكل في حياته طبعا يعني حال أقل يكون حتى حسس بمردود الدور اللي بيقوم به لأننا زي ما حضرتك قلت في الأول وفي الآخر بشر طبعا أنا بشكر حضرتك جزيلا شكر مرة تانية الدكتور أسامة عبد الحياة الأمين العام لنقابة الأطباء الأطباء السابق وأحد المكرمين باحتفالية يوم الطبيب المصري كل سنة وحضرتك طيب ألف شكر لحضرتك وألف مبروك مرة تانية وكل سنة طيبين ألف مبروك وكل سنة وكل أطباء مصر بخير